اعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن فتح باب الترشيح لانتقاء خمسة وخمسون الف مشارك في عملية الاحصاء العام للسكان والسكنة المرتقب انجازه في الفترة ما بين فاتح وثلاثون شتنبر الفان واربعة وعشرون وذلك عبر منصة رقمية خصصة لهذه العملية في الفترة من صفر سبعة الى غاية السابع والعشرين من فبراير الجاري ويمكن للاشخاص البالغين من العمر عشرون سنة على الاقل في فتح يناير الفان واربعة وعشرون تقديم طلب ترشيحهم للمشاركة كباحثين او كمراقبين او كمشرفين جماعيين في عملية الاحصاء العام للسكان والسكنة المقرر اجراؤه في شتنبر الفان واربعة وعشرون شروط ان يتوفروا على بكالورية وسنتين باحدى الجامعات او مؤسسات التكوين المهني وسيستفيد المشاركون الذين اجتزوا مراحل الانتقاء الاولي والتكوين عن بعد والمقابلة الحضورية وتمت دعوتهم لانجاز الاحصاء من تعويض يوم حسب المهم المسندة لهم خلال مرحلة اجراء الاحصاء من واحد الى ثلاثون شتنبر الفان واربعة وعشرون ثلاثون يوم عمل يتراوح ما بين مئتان وخمس درهم وخمسمائة درهم في اليوم بالاضافة الى تعويض عن مرحلة التكوين الحضوري يتراوح ما بين مئتان درهم وخمسمائة درهم في اليوم وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.23.580 الصادر بتاريخ الحادي والعشرين من ديسمبر الفان وثلاثة وعشرون بمنح تعويض للمشاركين في تهيئ وانجاز احصاء السكان والسكنة في المملكة وسيكلف المشاركون بتجميع المعطيات لدى الاسر بمناطق الاحصاء التي تشمل في المتوسط بين مئتان وعشرون وثلاثمائة اسرة ومراقبة جودة المعطيات على مستوى ثلاثة او اربع مناطق احصاء وكذا تأثير ومراقبة وتتبع فريق العمل وتنظيم العمل في الميدان وتتبع سير الاشغال على مستوى منطقة الاشراف التي تتكون في المتوسط من حوالي 13 منطقة مراقبة و40 منطقة احصاء